إذن مشاهدين نرحب بكم من جديد ونرحب بكل التحقبين الآن على شاشة نوميديا مواصلين دائما لبرنامج العيادة في ثالث جزء سيكون لنا حديث حول الولادة القيصرية ونحاول أن نجاوب على أهم الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع وهذا أكيد في وجود ضيفته المختصة في المجال الدكتور العفيون حكيمة هي طبيبة مراد النساء والتوليد مساوك سعيد دكتور مساء الخير مرحبا بك مرة أخرى في البرنامج مرحبا بك إذن كل مرأة بمجرد دخولها لمرحلة الحمل تبدأ تتسأل عن الولادة تقول لك كيف شرح تكون هذه الولادة هل تكون طبيعية أم لازم تمر بالولادة القيصرية فكأول سؤال ما هي الحالات التي تستدعي لجوءكم لهذه العملية القيصرية نعتبر أولا وأبدا نعتبر الولادة عن طريق العملية القيصرية هي عملية جراحية ولهذا عندنا في بعض الأحيان لازم نديره مباشرة أو في بعض الأحيان أخرى أنه أثناء المخاض تحدث بعض المضاعفات لتأدي وتجبرنا أن نقوموا بعملية القيصرية من أجل حل مشكلة الولادة يعني ما تكونش تسنو فيها نعم ما تكونش تستطيع فيها تكون من باب الصدفة فمجملا الأسباب العامة لوجوب العملية القيصرية هي أولتها لما يكون ضيق في حوض المرأة لذلك يجب باسات شخصة لباسات شيروجيكال لباسات شيروجيكال بمعنى أن الحوض التحامضي لدرجة أنه مستحيل أن الجنين مهما كان حجمه أنه يمر عبر الحوض ويتم عملية الطلق هذه أول أنديكاسون بمجرد أن يكون المرأة عندها الضيق كبير في الحوض التحامض فهنا تروح عملية قيصرية عملية قيصرية مش مرة وحدا يعني كلما ستدير حمل ستديرها عملية قيصرية نعم بمعنى أنديكاسون عندنا لزانو مالي تعلق الجنين لما وضعية الجنين في الرحم يعني في الشهر التاسع وضعيةه في الرحم لما يكون مثلا جاي بالعرض أو يكون بقاعد يعني برجليه فهنا يخصتني إليكات المرأة أول حمل لها سيؤدي إلى عملية قيصرية لما يكون بالعرض سواء الحمل الأول أو الخامس ستكون عملية قيصرية من بعد عندنا لزانو مالي دانسيقشون بلاسنتر لما يكون عندنا بلاسنتر بخيفية بمعنى المشيمة تكون يعني الوضع تحتها ما يكونش في أعلى الرحم ولكن تكون في أسفل الرحم جزت يعني فوق الفم يعني كما قلونا عنق الرحم فهنا ما كانش الجنين ما يلقاش وين راح يجوز ما كانش ممرء والمرأة جنين غالما إلى حكمها المخاذ راح تكون عندها مشكلة نزيف سيكون فيها نزيف دموي فهذه مباشرة تكون عملية قيصرية أنا فقط إذا اسمحتي فقط المشيمة وما صحبها من أعضاء هي ما يعرف يعني عندنا بالدرجة خاوت صغير خاوت صغير بشي الناس تفهم فقط يعرفوا بأنه غالبية النساء يعرفوا بأنه لما تكون يقولوا خاوت صغير هابطين بمعنى أنهم سبقوا الجنين فهنا العملية قيصرية مباشرة هتكون صعبة أكيد غالبا يحكمها المرأة نزيف وتأدي إلى عملية قيصرية بغن يكادر دوليور شمس بين أسباب المرأة اللي دارت عدة عمليات قيصرية مباشرة هذه ستونسيزاريان بخوفيلاكتيك يعني ما نخلوها شميع ما تدخل في المأخض وفيما يخص ربما أمراض تمر بها المرأة الحامل أي حالات مراضية أكيد لما نشاهد مراض مثلا ارتفاع ضغط الدم خاصة إذا كان يعني الحالة المرأة معقد لما تلحق الدرجة لابخي كلومسي لابخي كلومسي لابخي كلومسي واحدها ولا مشكلة ارتفاع ضغط الدم ولكن تصحب أمور أخرى ضعف الشديد في حجم الجنين أو إذا كان معها مرأة سكري يعني الأسوسياشيون تعلو ديابات مع يوناشتيا يعني اللي تقدر تأثر أنه مثلا الماء اللي يكون فيه يعيش فيه يتربى فيه ويعيش فيه الجنين يعني ينقص بالدرجة يقولوا ينشف من الماء أو أنه حجم الجنين يكون كبير بزاف فهنا تؤدي بسبب مضاعفات الحمل يتؤدي إلى عملية قيصرية صعوبة في الولادة الطبيعية ويكون فيه لجوء فيما بعد للعملية القيصرية الآن فرضا أنه المرأة حالتها الصحية تستدعي أن يكون فيه لجوء لهذه الولادة القيصرية ربما المرأة تتسأل تقول لك وكتاش في أي مرحلة بعد مرور كم من أسبوع من بداية الحمل سيقوموا بهذا الولادة القيصرية يعني نقوله دائما وأبدا أنه كل مرأة هي حالة خاصة فإذا كانت المرأة مثلا ما عندهاش مشكلة مثلا ما كاش نزيف يعني الجنين المرأة يمر في مرحلة يعني لسوفرانس فيطال ويجب أن ندير يسيزغيان غالبية يعني تكون المرأة فوق الشهر السابع من الحمل هذا سي دان لكاد غدو هذا سي أبا لكن في العام العادي يعني إذا كان لازم لها عملية قيصرية ولكن ماشي أرجان ماشي عاجل فهنا عموما يعني من الأفضل أننا نلحق يعني الأسبوع ال39 لأنه نعرف بأن الجنين لما يزيد قبل وقته رح يكون ممكن يكون عنده مشكل في التنفس فهنا لحظنا أنه لما المرأة تلحق 30 ويسمان وبعد خاصة تلحق 30 نفس ما ما عندنا شهر المشكل يعني الجنين لما يزيد رح يقدر يتنفس رح تكون عنده مليو إكسترن فما يكون فيه حتى مشكل نحاول أننا دائما نوصل لتخلط نفسهما. إلا كانت مضاعفات الحمل. مرض سكري مثلا. نحاول أن إلا كانت صديمة أو كانت تأخذ لنسولين. فجنين غالبون سيون لحقل تخلط نفسهما. الشيء بين المضاعفات اللي لازم لها عملية قصرية. ما نستنى. وشتخلط نفسهما. مثلا. إلا المرأة حكمها نزيف. إلا حدث تدفق أو سيالان ماء الجنين. إلا كان عندها مشكلة ارتفاع ضغط الضمء. ويأثر على الكليتين ويأثر على قلبها. فهنا ما نستنى. تكون مستعجرة. غالبية. ما حتى لو كانت في 36 سومان. يعني الأسبوع 37. ماكسموم 38. فنقوم بالعملية القيصرية. طيب. هذه الولادة القيصرية. هل ربما تستدعي التحضير خاص بالنسبة لهذا المرأة الحامل؟. ربما أدوية كانت تأخذها من قبل. تتوقف عن أخذها. ربما فيها تحاليل دموية وفحوصات. يجب القيام بها. ممكن تكلمنا لها أكثر. أكيد. قبل إجراء العملية القيصرية. لازم المرأة تقوم بتحاليل لكي نتأكدوا بأنه معدها حتى مشكلة. يعني من ناحية معدها حتى مشكلة. يعني لإجراء العملية. غالبية الأحيان تكون صائمة على الأقل 6 ساعات قبل العملية. إذا كان تأخذ الأسبوع 34. تحبسه. وإذا كانت تأخذه لوفينوكس. الطبيب هو يقولها متى لازم تحبس لوفينوكس. هي إجراءات. يجب التقيد بها أيام قبل الوصول لهذه الولادة القيصرية. الآن فرضا أن المرأة وصلت لهذه الولادة القيصرية. قامت بالعملية. نشوف أنه من بين أهم المشاكل التي تصادفها في حياتها فيما بعد. هي الألام على مستوى منطقة الحوض. وخصوصا في منطقة الجرح. كيف يمكن التعامل مع هذه الألام؟ ومتى يمكن أنها تختفي نهائيا؟ بالنسبة الألام. ستكون مباشرة بعد انتهاء العملية بعد الوقت. فرح تجدد الآلم. في غالبية الأحيان نحن نبدو لهم ليزنتيا فلامتوار. سيليزنتيا فلامتوار لينحولها هذا الآلم. تقعد لها في الأيام الأولاد. من الأسبوع الأول تكون الآلم تحسلها كثيرا. شديدة. لكن من بعد تختفي بتدريجيا. ما حال المدة؟ كأقصى حد؟ غالبية الأحيان في 15 يوم بعد العملية. المرأة تلقىها تمشي. تلقىها توقف. لا عندها حتى مشكلة. الآن فرضا أن المرأة قامت أيضا بهذه الولادة القيصرية. متى يمكن لها أنها تحمل مرة أخرى؟ يعني بعد مرور كم من وقت؟ على الأقل ستة أشهر. على الأقل. إذا كانت المرأة راح تدير. لم يلن تدير حمل آخر راح تكون عملية قيصرية. فهنا على الأقل ستة أشهر لتجنب تزد بتمزق الرحم. إذا كانت أول مرة تدير عملية جراحية. وممكن أنها تولد ولادة عادية طبيعية. من بعد فننصحوها على الأقل تدير عام. قامت بهذه الولادة القيصرية. ثم قعدت ستة أشهر. وعودت حملة مرة أخرى. هذا الحمل بحد ذاته. هل الولادة ممكن أنها تكون طبيعية؟ ولا لازم أيضا أنها تزيد. يعني الولادة تكون قيصرية؟ لا. ما شيء لازم مباشرة تكون عملية قيصرية. إذا كان لديها مضاعفات. إذا كان الحوض التحييس. لا يحب بعمل بولادة طبيعية. فهنا ممكن للمرأة أنها تلد ولادة عادية طبيعية بدون أي إشكال. لكن في بعض الأحالات ممكن أن نجوء لعملية قيصرية. خاصة إذا كانت مضاعفات أثناء المخاض أو أثناء عملية طبيعية. تكون غير منتظرة. يعني لغيسك باش تدير إنواتك سيزاغيان إكزيست. ما ميلا لو كانت تكون دارة دو سيزاغيان؟ لا. إذا دارت دو سيزاغيان مباشرة تنسي عملية قيصرية. ففرضا أن المرأة قامت بأكثر من ولادة قيصرية. ما حال تسمحون لها من حمل؟ ما حال من الخطرة ممكن أنها تحمل؟ المرأة تحمل على حساب بعد إجراء عملية قيصرية. على حساب إذا دارت مثلا عمليتين أو ثلاث عمليات. ما عندنا عدد محدد. من الأفضل لا تفوت أربع عمليات قيصرية. من الأفضل. الحد الأكبر هو أربع عمليات قيصرية. لكن لما ندير العمليات الثانية والثالثة والرابعة فلما نقوم حالة الرحم حالة الممل أحيانا كانت تلسوقات في الأعضاء الداخلية. يعني إجراء عملية أخرى عند هذا المرأة يقدر يشكل خطر على المرأة أو على الجنين. فهنا نصحوها بأنها مازيش تدير عملية مازيش تدير حمل آخر. يعني كأقصى حد ربما خمسة أربعة خمسة. مقسمة. أربعة خمسة. طيب أصبحنا نار كثير من النساء يرغبنا في اللجوء للولادة القيصرية بدون ما يكون فيه سبب طبي معين. يعني فقط لأنه أحبت تفادى الألام. وهذا أكيد هو ما رهوش سبب يخلي أن يكون فيه لجوء للولادة القيصرية. هي فرصة تخلينا تكلم من خلالها على أهم المضاعفات والمساوى الممكنة جراء هذا التصرف. نقول دائما ونحاود أن العملية القيصرية هي عملية جراحية. واللي يقوم بالعملية الجراحية دائما وأبدا ممكن أن يكون فيها مضاعفات. من بين المضاعفات من بين المضاعفات نلقاه مثلا الألام التي تبعد الولادة. خاصة سواء على مستوى البطن أو على مستوى الرحم. عندنا مشكلة الالتهابات. الالتهابات ممكن تكون سعيد 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 علميا سبسيش دو باوا سواء على مستوى تحت الجلد أو التهاب على مستوى الرحم مثل نظم تخيط أو على مستوى يؤدي إلى تعفن أو تقيح في الرحم أو في الببيض. فيكون هنا الالتهابات. مشكلة الآلام مشكلة الالتهابات التجلطات الدموية مشكلة تجلطات الدموية تكون أربع مرات تكون أربع مرات عملية جراحية تجلطات تكون فيها. أيضا مشكل تلاسق الأعداء الداخلية للمرأة خاصة إذا أجرت أكثر من عملية جراحية. مشكلة بالمضاعفات تمزق الرحم إمكانية تمزق الرحم أثناء الحمل خاصة في الأشهر الأخيرة أو أثناء الماخد 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 لم يكن يكون عند هذه كونت خاكس مام لك مشكلة وضعية المشيمة ممكن أنها تكون كما قلنا بلاسنتا بخيفية مهبطة وخاصة نخافها بعد العملية الجراحية هو تعرق المشيمة في الرحم لبلاسنتا أكخيطة لهذا يقدر يؤدي إلى وفاة البرأة إلا حكمتها حكمها نازيف وربما كآخر نصيحة ممكن أننا نوجهها للنساء اللي يقومنا بهذه الولادة القيصرية هي مسألة أخذ الأدوية أو الحقن اللي تمنع تخطر الدم هذا شيء جد مهم لأنه ربما البعض منهن يتجهلن هذا الشيء وفيه خطورة كبيرة على صحتهم بعد إجراء أي عملية جراحية قلنا مشكلة جلطة الدموية يكثر إمكانية حدثه يكبر فهنا إذا كانت المرأة دارة عملية قيصرية لا يجب تستهين أو تسمع بعض الكلام جيران أو صحابات هنا وهناك لا لازم تمشي لا 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 تحاول أنها تأخذ الأدوية تتحمل نوعا ما سيكون فيها تحسن حالتها وليزانتي كواغولان لازم تأخذ بالفعل طيب المعلومة أصلت شكرا لك على كل هذه التوضيحات دكتور وأنا متأكدة أن كثير من النساء أسفادوا معك اليوم شكرا لك حياتك صحة بارك الله وفيك